ما لا تعرفه عن الملك حسين ملك حكم شعبه المدد 47 سنة وشهد على فترة انتهاء الانتداب البريطاني من الأردن وهزيمة 1967 واختتم حياته بالتوقيع على معهد السلام مع اسرائيل ما لا تعرفه عن الملك حسين أهلا بيكم في حكاية جديدة من عين مصر خلينا أقولك في البداية كده أنه تولد الحسين بن طلال يوم 14 نوفمبر سنة 1935 في عمان وصفر لبريطانيا سنة 1950 عشان يلتحك بكلية ساندهرست العسكرية وتجوز أربع مرات مرة من الأميرة دونيا عبد الحميد وأنجب منها الأميرة عالية وبعد كده تجوز مونة الحسين بنت ظابت بريطاني كان شغال في الأردن وأنجب منها الأميرة عبد الله وبعدين الملكة علياء واخر زوجاته هي نور الحسين حكاية الملك الحسين مع العرش ابتدت في سنة 1951 لما أغتي الجد الملك عبد الله في القدس وكان الملك حسين معاه وقتها الحكم رح لوالده طلال بن عبد الله لكن طلال كان تعبا شوية واعتذر واستقال من منصبه بناء على تقرير طبي قرر عدم قدرته على إدارة الأردن وقتها مجلس الأمة قرر تولي الأمير حسين بن طلال ملك على الأردن مع تعيين مجلس وصي على العرش لحد ما يبقى راشد يعني الملك حسين مسك الحكم وهو عنده 17 سنة بالزبط الملك حسين سياسته ألبة الأردن خلص الجيش الأردن من العناصر الأجنبية وسنة 1957 أعلن إنهاء الانتداب البريطاني على الأردن وسنة 1958 عمل مع ابن عم الملك فصل بن غازي ملك العراق اتحاد تعرف بالاتحاد العربي الهاشمي لكن بني وبنك كده ما استمرش لأن في الوقت ده كان في صورة في العراق فرحت نهي على الاتحاد وما حدش يقدر ينسى دور الملك حسين مع مصر فوقح حلف دفاعي سنة 1967 بعد مطلب الرئيس جمال عبد الناصر سحب القوات الدولية إلا على الحدود المصرية الإسرائيلية لكن وقتها شنت إسرائيل هجوم على مصر وسوريا والأردن والنتيجة طبعا كانت ضياع صين المصرية والجولان السورية والضفة الغربية من الأردن بما فيها الكدس كمان والكرسة الكبيرة إنه نتج عن الهزيمة دي ذهاب مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على الأردن وقتها أعلن الملك حسين إنه هيعمل مشروع للسلام مع إسرائيل اتعرف بعد كده بمشروع النقاط الست وفي عشر إبريل 1969 اقترح أمام نادي الصحافة الوطن في واشنطن خطة من ست نقاط وذكر في اللقاء ده بإنه مش هتكون الخطة بإسمه بس لا وكمان بإسم الرئيس المصري جمال عبد الناصر وبتفويد منه واستندت الخطة إلى قرار مجلس الأمن وكانت بتهدف إلى إقامة سلام عادل ودائم على أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي اللي احتلتها 1967 وتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن وبعد إعلان الملك حسين مشروع بيومين رفضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدة مئير وأصدرت معظم المنظمات الفدائية الفلسطينية بيانا مشترك 1969 أعلنت فيه رفضها لمشروع السلام مع إسرائيل وبعدها بسنة وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية ودخل المقاومة الفلسطينية المسلحة تخرج من الأردن تروح لبنان وقتها أعلن الملك حسين في 1972 عن مشروع لإقامة المملكة العربية المتحدة وذكر في المشروع ده أنه هيغير اسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية المتحدة وهيكون الجزء الأول فلسطين وهيدم الضفة الغربية والتاني هو الأردن ويتكون من الضفة الشرقية وتكون عمان عاصمة مركزية للمملكة والقدس عاصمة الفلسطين ويكون للمملكة قوات مسلحة واحدة قائدها الأعلى هو الملك لكن رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المشروع واعتبرته مؤامرة بتستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة كمان لسلب المنظمة أهليتها باعتبرها ممثل للشعب الفلسطيني وفي الوقت ده اتسمت علاقة الملك حسين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوتر لحد عام 1974 وفي سنة 1988 أصدر قرار التاريخ بفك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية تمهيدا لإعلان الدولة الفلسطينية وشارك كمان الأردن في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 اللي توصل فيها الأردن مع إسرائيل إلى التوقيع على معهدة السلام وعرفت باسم اتفاقية وادي عربة عام 1994 ونصت الاتفاقية دي على اعتراف الأردن رسميا بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية وأمنية واقتصادية بينهم وبعدها أصيب الملك حسين بمرض السرطان سنة 1992 وكان بيتبع علاجه بانتظام في الولايات المتحدة ولما اشتد عليه المرض سنة 1998 قرر عزل أخوه الأمير الحسين بن طلال من ولاية العهد اللي تعين فيها 1965 وقرر الملك حسين يدي الحكم ده لابنه الكبير الملك عبد الله وتوفى 1999 وهو عمر 64 سنة بعد ما قضى منها 47 سنة ملكا للأردن لو عجبتك الحكاية قل لنا رأيك في الكومنتات واستنونا في حكاية جديدة من عين مصر اشتركوا في القناة